نتمنى على الأفغان أن يبنوا دولة لشعبهم وأن يكون تقاسم السلطة وفق رغبات الشعب وأن يكون تقاسم السلطة ليس من أجل السلطة ولكن من أجل بناء المجتمع وبناء الدولة وأن يختاروا مصيرهم بأيديهم وأن لا يكون هناك تنطع وتطرف تحت أي مسمى كان قبلي أو ديني أو تقاليدي وأن تكون الحريات العامة مضمونة للناس ما عدا ما يتعارض مع النظام العام وأن لا يكون هناك تدخل خارجي في هذا البلد ولا في غيره لأن الحروب تقتل الشعوب وتدمر الشعوب وتدمر البلدان هذا الذي نتمناه كنت رح نتكلم على الأبعاد الصينية الروسية الأمريكية لكن يبدو أنه هذا قد يطول خلوني نلخص لكم فيها بسرعة وربما يجي وقت ونتكلموا بالنسبة للصينيين والروس كثير من خبرائهم ومحلليهم يقولوا بأن أمريكا تركت أفغانستان في هذا الوضع بعد أن هزمت ولكنها أيضا تريد لنا الهزيمة وتريد أن يكون حال أفغانستان متوتر جدا وهذا التوتر ينتقل إلى الصين وينتقل إلى روسيا اللي رهن في خصومة مع الولايات المتحدة وقد ينتقل أيضا إلى الهند وينتقل أيضا إلى إيران أي أن بعض المحللين حتى الإيرانيين قالوا أن هذا الهروب الأمريكي إضافة إلى أنه هزيمة مؤكدة ولكنه أيضا أمريكا تريد أن تستخدموا في اتجاه بدل ما أنا لحربكم طالبان أنتم دبروا رأسكم مع طالبان وأن ستكون هناك توترات ما بين إيران وطالبان وتوترات ما بين الصين وطالبان وروسيا وطالبان هل هذا مؤكد؟ ليس مؤكد محتمل؟ نعم مما لا شك فيه أنا سمعت أيضا محللين الأمريكيين يقولوا نحن لسنا هنا لكي يموت أبنائنا من أجل استقرار الروس والصين والهند وإيران أو باكستان خلاص نحن بالنسبة إلينا انتهت وكان يجب أن نخرج قبل هذا بكثير بكثير جمهوريين اليوم في الولايات المتحدة طالب أحد حكام الجمهوريين أحد حكام الولايات بمحاكمة بايدن واعتبر أن هذه خيانة كبرى لكن بالحقيقة هذه مزايدات فقط في إطار حزبي لأن ترامب كان أيضا بدأ لانسحاب من أفغانستان وكان قال لن نبقى في أفغانستان ولن نبقى في العراق وبالفعل ترامب نفذ وانسحب إلى حد ما من العراق ومن أفغانستان والآن أمريكا أيضا ستنسح في المستقبل من العراق على الأرجح مع نهاية العام بداية العام القادم وهذا أمر جيد على الاستعمار أن يرحل ويترك الشعوب تقرر مصيرها بأيديها والشعوب عندما يكون لها قيادات عاقلة وحكيمة ما تدخلش في الخصومات والصراعات والحروب الأهلية نتمنى هذا لأفغانستان ونتمنىه لكل بلدان وشعوب العالم وبطبيعة الحال بداية نتمنىه لوطننا ولبلدنا أن يسود السلام ويسود الاستقرار ويسود الأمن ويسود العقل مع هذه العصابات اللي راح يبداية بلاد الهوية